اشتركوا في القناة امية صدور القرار الوزاري بشأن تنظيم البيع عن طريق الانترنت من خلال محل تجاري افتراضي ضمن باقة سجلي والتي يستطيع الفرد من خلالها مزاولة بعض الانشطة من خلال محل تجاري افتراضي دون الحاجة الى تسجيل المنشأة على عنوان مكتب او محل تجاري دائم وقد تمت اضافة هذا النشاط ضمن برنامج سجلي كجزء من سلسلة الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للافراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة البحرينية في البيع عن طريق الانترنت بصفة قانونية وقد نظم القرار الية الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط البيع عن طريق الانترنت من خلال سجل تجاري افتراضي حيث اقرت هذه الالية التقدم للبحرينيين فقط وان لا يكون مالكا لمؤسسة تجارية فردية او شركة تجارية او مديرا او ممثلا في ادارة اية شركة تجارية ويلتزم بمزاولة النشاط التجاري من خلال شكل مؤسسة تجارية فردية فقط بالاضافة الى توفير عنوان دائم للمراسلة ويكون لديه موقع الالكتروني او حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للمحل التجاري الافتراضي مع الالتزام بشراء المنتجات للبيع من خلال السوق المحلية فقط ودعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع ممارسي هذا النوع من النشاط التجاري بالمبادرة الى تصحيح اوضاعهم واضافة هذا النشاط وعرض رقم القيد في الصفحة الرئيسة للموقع الالكتروني او في صفحة العرض في مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة